في هذا الفيديو لدينا بعض المعطيات لدينا دلتا D التغير في الإزاحة أيضا لدينا التسارع A ولدينا السرعة ابتدائية في I وقد أوجدنا السرعة النهائية من القانون في F تربية تساوي في آية تربية زايد اثنين مضروبة في التسارع التغير في الإزاحة وبيعطينا هذه المعطيات دلتا D التسارع في آية السرعة الافتدائية لدينا قانون دلتا D مقسوم على دلتا T التغير في الزمن ويساوي ويساوي معدل السرعة في إذن وسطين في طرفين نحصل على دلتا D تساوي معدل السرعة مضروبة فيها التغير في الزمن دلتا T بافتراض أن الموقع الابتدائي والإزاحة الابتدائية مساوي للصفر أيضا الزمن الابتدائي إذن D تساوي السرعة ضرب الزمن نريد أن نحسب الزمن باستخدام المعطيات السابقة إذن لدينا معادلة الإزاحة D تساوي معدل السرعة ضرب الزمن ت ونحن نعرف أن معدل السرعة السرعة ابتدائية زايد السرعة نهائية في F تقسيم اثنين إذن D تساوي معدل تغير في السرعة سرعة ابتدائية زايد سرعة نهائية تقسيم اثنين مضروب في الزمن لا نستطيع إيجاد أو حل بشكل مباشر نحن نعلم أن التسارع ولكن لا نعلم السرعة النهائية إذن لدينا دلتا في التغير في السرعة يساوي التسارع مضروب في الزمن إذن A ضرب الزمن التغير في السرعة سرعة نهائية ناقص سرعة ابتدائية ويساوي التسارع ضرب الزمن إذن نريد السرعة النهائية من هذه المعادلة إذن في F تساوي بنقل السرعة الابتدائية إلى الجهة الأخرى بتغيير الإشارة إذن في F تساوي في I زايد التسارع A ضرب الزمن إذن بالتعويض في المعادلة السابقة المعادلة التي لدينا هنا D تساوي سرعة ابتدائية زايد سرعة نهائية على 2 مضروبة في الزمن سوف نعوض عن السرعة النهائية إذن D تساوي السرعة الابتدائية في I سوف أعوض عن السرعة النهائية بهذا العلاقة إذن زايد في I زايد التسارع ضرب الزمن كل هذا مقسوما على 2 إذن D تساوي في I عوضنا عن PF بهذه العلاقة في I زايد A T مقسوم على 2 مضروبة في T إذن اختصار المعادلة في I زايد في I نحصل على 2 في I مضروبة في T لدينا المقام هنا 2 زايد التسارع T ضرب T T تربيع كل هذا مقسوم على 2 لو لاحظنا 2 في البسط مع 2 في المقام إذن في I ضرب T زايد نص التسارع A T تربيع إذن معدل تغير الإزاحة D D يساوي السرعة الابتدائية في I ضرب الزمن زايد نص التسارع مضروب في مربع الزمن إذن توصلنا إلى صيغة لمعادلة الحركة تربط بين الإزاحة والسرعة المتجهة الابتدائية والتسارع والزمن إذا كانت السرعة المتجهة النهائية غير معلومة أي أن السرعة المتجهة النهائية لا تظهر في هذه الصيغة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر